أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثة الإنقلابية بينهم قيادات في كمين محكم للجيش والمقاومة بجبهة المخدر شمال غرب مأرب وذكر المركز الإعلامي أن عبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية السدرج عناصر الميليشيا الحوثية المتمردة إلى كمين محكم بجبهة المخدر ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات وتدمير عربة وطقم عسكري وكميات من الضخائر وتشهد عدة جبهات بمحافظة مأرب معارك متواصلة منذ عدة أشهر بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من مقاتلات التحالف من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى تكبرت فيها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد